موسيقى نانية موجودة انك بدأت太晚� وترتٍ النهار ان تعالك ام تو blonde شو غاية شو ايه أتعرف أجواء الشغل والتصوير والأرهاق وخصوصا ما بتكون بتصور في رمضان وكده أو بتكون شيء المسئولية الدور بتعمله فأكيد يعني الممثل بيطعب شوي طبع مقابل التعب دبي ومستني مكافحة طبع أكيد حلو أبي مابا إلا إيهاش لقيتها من الجمهور الحمد لله ولقيتها من كل الحوالي واصحابي ولقيتها من النقابة كمان طب حصلت من النقابة تحديدا لأ الحمد لله تفهموا الموضوع وتواصلنا مع بعض والدنيا تحلت الحمد لله طيب أنا بقيتها بسبني بالإجابات المختصة ولديت كمانات الروبي بيها من كل حاجة مباشرة مبداية كتبتي بوست في رمضان قلب الدنيا عن إريهام حجاج تحديدا ورق اسمك الشام من تيتر البداية إيه السبب أنك كتبتي البوست ده إن أنا حصيت بالظلم أوكي وكتبت البوست وأخدت وعد إن شاء الله أنه الإسم يرجع تاني مكانه في التتر الأولاني بس واستنيت لحد الحلقة الرابعة زي ما وعدوني وحصل كل خير في عمضاني وعلى حصل حاجة هنعمل يا ربنا الكريم شايف ريهام فعلا كان لها دور في الحكاية بفضل ما جاوبش على السؤال ده هو موضوع ما السؤال ده بجد مش قادرة يعني فعلم عارف التجربة اللي أنت بتعدي منها خلاص أو المشكلة اللي بتعدي وبترجع لك روحك تاني بترجع لك حياتك تاني بترجع لك روح للممثل يعني الدخلة شغلة تاني فهم فخلاص بقى ليزعاني وبلي كده مش هايزعاني دلوقتي طيب بس يعني وكل شيء اسمه نصيب لا بس هو ورحي فيه ضغوط غير عادية حصلت بعد البصد ده عليك نعرفها بس ما حصلش ضغوط ولا أي حاجة بس أنا لقيت النتيجة حلوة من الحوالي من الجمهور الحمد لله نصفني وإني أنا بس مش بشتغل للسنة دي مثلا لا أنا في مصر الحمد لله من 2010 ودايما اسمي بتكتب في الأوائل الحمد لله نقابية وكل حاجة وهي تجربة بجد وعدت الحمد لله بابت أول ما كتبت البصد إيه اللي حصل؟ أخدت وعد بس؟ أخدت وعد إنه الإسمة والتيترة هيتعدل مش عشاني بس عشان كمان في زملة تانين بعد الحلقة الرابعة وحصل خير هم اللي يعني في عناوين صحف نزلت نور كديكي جابت وورا واعتزارتي واقلت لي هامل هاش دعوة ده كان عادي ولا كان بدغوط ولا كان بتفاهم وجهة نظر ولا إيه اللي حصل؟ وصلوهم إن أنا زعلانة وصلوهم إن أنا كلمت كتير ومحدش سماء بس هم باعي يقوموا تكلم ومين التحديد فعلا؟ الكل أسألين؟ الإخراج والأستاذة بس وأخدت الوعد اللي قلتلك عليه وطلبوا الاعتذار ونزلتوا فعلا؟ لاني أنا إنسانة مسالمة جدا زي ما أنت شايف في عمر محدة من يوم ما اشتغلت عملي ما عملت مشكلة محد ولا حد عمل معي مشكلة يعني بحب كل الناس ونصبت حبيني الحمد لله بس واستنيت لحد الحلقة الرابعة ولقيت مفيش حاجات نفذت فقلت خلاص نصيب وكفى علي حب الجمهور وحب الناس اللي كانوا حوالي ووشجعوني إن أنا أكمل وكملت دوري عادي وفي طبعا في حاجات اتشغلت وفي حاجات مش عارف إيه بس خلاص هي تجربة وعدت وبجد أنا مش عايز تكلف الموضوع ده التاني خالص بس أنا كلمت شايف بس أن الاعتذار ده يعني فكرة تويض وش ومش عمل حاجة مش فاهم السؤال يعني اعتذن وهنا عمل لك اللي انت عايزاه عشان بس خاطر يبانوا إن هم ما غلطوش أو ريهان تحديدة بتبانوا إنها ما عملتش مشكلة بس أغير هيا يا ربنقيتها إنها ما كانتش بيك حقك بل الله أعلم في الحتة دي اللي حصل الله أعلم بجد اللي حصل ما خليش التتري يتغير بعد الحلقة رابعة مش عشان ينبس عشان كان نزميه كتير وبس يعني بجد ما فهمتش حاجة بعد الموضوع ده يعني حاولت أوصل لإجابة للموضوع ده حاولت 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 بس مين تحديد هنكلمني؟ الكل كلمني الكل كلمني الكل كلمني الكل كلمني الكل كلمتك؟ ما قلت لك يا عشور أنا مش عايز تتكلم في الموضوع عربوك مرامل جزيز مرامل جزيز مرامل جزيز بس هي تجربة بجد كانت جميلة جداً وعدت وأنا مبسوطة أنا اشتغلت معها ومبسوطة أنا اشتغلت مع العدل جروب ومبسوطة أنا اشتغلت مع أساس سمح عبدالعزيز وكان نفسي حاجة صغيرة زي كده إنها تتحل بسرعة وتتعمل حقي وحقهم وكل واحد ياخد حقه بس خلاص يعني الحمد لله هي في النهاية الناس كلها ترغبت ومع لديك فضعت والدنيا بقى كايزة بتقال إن تتر النهاية هو اللي كان فيه أساميكو، كان هم ده مصبوطة؟ ما شفتوش ومش حاشوفو ومش عايز أسوفو، ما يخصنيش، مش مكاني يعني طبيعاً لدي الناس أساميها في البداية مش مكاني، مش شفتوش ومش عايز أسوفو ومش حاشوفو طيب، كتير من اللي في العمل قالوا إن إنتي حبيت تركب ترند باللي عملتين لا وعايز اركب ترند كنت اركبت الترند في حاجات كتير انا عملتها وكنت نجحة فيها ومعلمة فيها يعني مثل ما تخبط نعمل ازمة وانك دي اللي بتسمع اكتر لا وحصلش والله العظيم انا كل اللي اتكلمت فيه حقي مش اكتر جيب لي حاجة انا اشتغلتها او اسمي ما تكتبش في البداية او ما تكتبش في بداية التتر انا اشتغلت مع نجوم وعملت والافلام السلمة اللي عملتها كلها بطولة والمسلسلات كمان كنت بتحطها مع الكبار ليه تحديدا ريهم تصد موقف مني الله اعلم انا ما عرفش يواخد مني موقف فلا لا ما عرفش ايلي حصل انا قلتلك الحتة دي بجد ضيعة مني او الحلقة دي مفقودة مني لاني انا ما كانش في تواصل بقى في الحتة دي خالص وما بقتش عارف في ايه اللي حصل ايلي بيحصل ايلي بيتعامل ما عرفش جبتي وراء واعتزارتي وما ديكيش حقي انا ما جبتش وراء ماذا؟ انا الطلب مني الاعتزار اشتغل الطلب منك لا وانا عشان الطلب مني الاعتزار وعشان اكون انسانا بجد زي ما انا مسلمة وزي ما انا فعلا طيبة وزي ما انا نور اللي بتحب شغلها وبتحب العمل اللي هي فيه وبتحب زمايلها حبيت الموضوع خلاص انا اخدت وعد اه فقدمت اعتزار ماذا الطلب منك الاعتزار؟ الكل طلب مني اعتزار اخي عبدالجوم؟ ولا سامح عبدالعزيز؟ ولا اخي عبدالجوم؟ الكل طلب مني اعتزار كلهم؟ كلهم كلموني كلهم كلموني وبتحب الاتزار ده عشان اني بعد الحلقة بعدين هتتصلح اه ما حصلش احنا طب ليه سكبت؟ انا ما سكبتش انا كتبت قلت حسب يا الله ناما الوكيل بغض النظر الله اعلم مين السبب وراء الموضوع ده انا معرفش بس اه كل اللي قلتو حسب يا الله ناما الوكيل هو ربنا كبير حسب لي كدير مشاهد؟ كتير هتنقول لو تدور مثلا مية في المية اتحسف منه كم في المية؟ اه اه خمسة واربين في المية؟ نص تعريب اه الكل لاحظ كمان ان اللاين بتاعي جي في حتة كده الناس هايستعرف نييرة فين؟ يعني ما في حاجة نييرة هتعملها دلوقتي اه متعملتش ليه؟ البنت دي رحت فين اختفت فجأة فين؟ اه كان طبع المفروض بقى دورك يكمل زي احكينا نييرة لهم فين؟ في الورق؟ اه نييرة كان لسه عندها جرايا ولسه ماسكي حاجات على ياسر وكده وبتهدده حتى في ايه؟ اخر مشهد ما بينهم اللي دلت زيعة اخر حاجة زيعت عندهم وبنسبة لهم هم انه هي قالت له طيب هنشوف يعني مين هو بيهددها بيقول لها وريني هتعمل ايه؟ قالت له خاص هنشوف ده كان اخر مشهد المفروض فهيه بقى هنشوف دي هي هتطلع الحاجات اللي عندها بقى ما هو واحد ده وعدها بالحب وبالجواز ودخلها عملت جريمة قتل ودخلها عملت جريمة فرقة ونييرة كانت ايه؟ بتنعب في المستشفى لفروس لبين طيب هنشوف دي محد اشف حاجة سافرت نييرة يعني نييرة نييرة طيب اخلت طيب يعني قوليلي برضو كانت في الورد هايخلص ازاي؟ حكيلي المشاهد بقى عايزين نعرف نييرة عتعمل ايه؟ خلاص ما الجزء التاني ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة